تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد عتبت المليون حالة وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019 وبحسب إحصائية لوكالة فرانس بريس بالاستناد لمصادر رسمية حتى منتصف ليلة الأحد الاثنين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا التي تم تشجيلها رسميا مليونا وتسع إصابات حول العالم الوليات المتحدة ما زالت حتى الآن تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلا لعدد الإصابات مسجلة أكثر من سبعة ملايين إصابة فيما تليها الهند التي سجلت حتى أمس أكثر من خمسة ملايين إصابة ومن بعدها البرازيل بأكثر من أربع ملايين إصابة لكن خبر الوصول إلى مليون وفاة كان هو الأبرز منذ بات انتشار وباء كوفيد 19 واحتل صدارة الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي أمس فمن جهة أثار تخوفا لدى الكثيرين من مستقبل هذه الأزمة المظلمة ومن جهة أخرى شكل دفع في الشارع للدعوة إلى الإسراع في إيجاد اللقاح والعودة للحياة الطبيعية نتونسى في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من لندن استشار علم الباثورجي الدكتور ضياء دين كامل دكتور ضياء أهلا بك معنا يعني عندما نتحدث عن مليون وفاة أو تخطي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا مليون شخص كيف يجب أن نقرأ هذا الرقم؟ ما الذي يعنيه؟ نعم هو رقم عالي طبعا لم يحدث من قبل كفيروس جائحة أثرت على البشرية مثل هذا الرقم من قبل يعني في عاصر الحديث طبعا مع تطور العلم ووجود اللقاحات ووجود مضادات الفيروسات وتطور في الطب والطب اللي هو العناية المركزة وهكذا يعتبر رقم كبير ولكن هو الملحوظ في الأولى الأخيرة هو انتشار عدد المصابين وليس كثرة عدد الوفيات يعني عدد المصابين هو الانتشر أو كثر بشكل ملحوظ في آخر 3-4 سبيع خاصة أسبوع الماضي وطبعا هو هذا الملحوظ لأن الفيروس تصبح سريع الانتشار ولكن ليس بنفس الحدة كما في الموجة الأولى أو في بدايته في شهر مثلا مارس في أوروبا على سبيل المثال طبعا عوامل انتشار الفيروس ترجع إلى عوامل رئيسية هي الفيروس نفسه حصل فيه طفرة زي ما قلنا النقطة الأخرى أن حديثا مع كل دول العالم رفعت حالة الانغلاق الناس حصلها ناموا بناب وملل من مثلا الكمامة والقواعد التباعد الشماعي فأصبح عندها بس عدم اكتراف بهذه القواعد يعني هناك جانب نفسي الدكتور دياء طيب عندما نتحدث عن مليون وفاء مليون هل سيكون له تأثير على نفسية الشخص يعني هناك من رأى بأن زيادة عدد الإصابات يعود أيضا إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية الآن عندما يكون هناك زيادة في الإصابات هل سيكون هذا سيشكل فارق اليوم نعم هو من ناحية الطبية زي ما قلت لخضرتك أنه في زيادة في عدد الإصابات ولكن عدد الوفيات قليل جدا في الأوين الأخيرة معظم عدد الوفيات المليون كانوا من بداية الأزمة حتى الآن نعرف تماما كيف نتعامل مع المرض الفيروس نفسه حدة الفيروس في حدوث مثلا مضاعفات أو المريض يتطلب أنه يخش العناية المركزة لا تحدث كثيرا الآن مثلا عندنا في لندن المستشفيات في العناية المركزة ليس بها حالات كوفيد 19 كثيرة بسيطة جدا بالمقارنة بالبداية الأزمة الموضوع المهم كمان الفحص أصبح متاح في معظم الدول فهذا ازداد من عدد الناس ليس لهم أعراض ولكن يحملون الفيروس طبعا هذه كل العوامل أدت إلى زيادة عدد المصابين الفيروس حصل له طفرات جعلته مستضعف ولكن سريع الانتشار تعطينا المقاطعة دكتور ولكن بما أنك جئت على ذكر لندن وربما بريطانيا فنأخذ مثال بريطانيا اليوم كان هناك تسريبات وحديث بأن الحكومة تدرس فرض إجراءات عزل عام في الشمال يعني هناك مؤشرات بأن الموضوع يصير نحو الأسوأ نعم الإصابات تسير بتوتر سريع في الإزداد وإحنا بندرس الموضوع هذا عن طريق الـ R-value أو نسبة الإصابة لو هي أكثر من واحد وواحد مثل R-value لو مثلا وصلت إلى أثنين على سبيل المثال مفروض أن يكون فيه قواعد التباعد الاجتماعي تطبق وليس إنعزل بالكامل احنا تعلمنا من الأول العزل بالكامل أو الانغلاق الكامل له يعني برضو أضرار الجسيمة على الاقتصاد على الناحة الاجتماعية الانغلاق بالكامل كان في الأول فرد هي تخفيف العبء عن المستشفيات والعناية المركزة بحيث ما يكونش فيه تأثير للمستشفيات إنها ضغط كامل ولا تستطيع أن تتجاوب مع الضغط الموجود للمرضى بس في بعض المقاطعات في بريطانيا الآن العزمة بريطانيا العزمة فيها بعض المقاطعات فيها انغلاق وليس شبه كامل طبعا يعني ممكن قريب جدا من الأول ولكن طبعا إحنا ما فهمنا للأزمة الآن اختلف فما فيش انغلاق بشبه كامل واعتقد إن شاء الله دكتور أنت مدفائل جدا لكن كما تابعنا قبل قليل من ردود الفعل والتعليقات هناك من يشعر بالقلق والخوف من المرحلة القادمة خاصة مع أزديات عدد الإصابات والأرقام الوفيات عندما نتحدث عن مليون ماذا يمكن أن نقول لمن هو فعلا قلق من المرحلة المقبلة؟ نعم أكيد فيه قلق ولكن القلق الأكثر كمان فيه ناس كثير فيه دواعي اجتماعية ومدية ونفسية كثيرة مع استمرار الإنغلاق الكامل فهو فيه عدد إصابات كثيرة هو فيروس ممكن شبيه بالإنفلوانزا الموسمية عدد الإصابات والوفيات كثيرة جدا ولكن الآن أصبح التعايش معه أو المعاملة معه يعني ممكنة على سبيل المثال فيه الآن أجسام مضادة للحالات الحارجة ممكن نعالج بها الحالات الحارجة في المستشفيات فيه أيضا أدوية اتعرفنا عليها زي أدوية بسيطة زي الكورتزون ممكن يعالج الحالات الحارجة ويأتي بنتيجة ممتازة وفعالة فيه اللقاح إن شاء الله هذا أمل مثلا في القريب العاجل فيه خلال 3-4 شهور يكون متاح ولذلك يعني طبعا الناس المتفائلين إن شاء الله نزيدهم تفاؤل الناس المتشايمين فيه أضرار جسيمة للإنغلاق مش عاوزين نعمل إنغلاق لأن فيه ناس هتضرر أكثر بالإنغلاق من وجود الفيروس نفسه كلنا عايشين في فيروسات طرعا مننا عايشين في فيروس البرد والفروانزا والفروانزا الموسمية شكرا دكتور نأخذ سطحين شكرا جزيلا شكرا لك دكتور رضياء الدين كامل استشاري علم الباثولوجي كنت معنا من لندن